إلا تنصروك فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغاء إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وقفه الآية 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 عايز تسأل فيها إيه نعم السؤال قضيت الشيخ هنا إنه تعالى قال أنزل السكينة على النبي صلى الله عليه وآله وحده بدون صاحبه فهم فهم يا شيخ يا شيخ أنتم أصحاب المشاكل أنا أعلم هذا أنتم تبعثون إلينا بالمشاكل من خلال أسئلتكم لتحدثوا ما بين أهل السنة دائما وأبدا دائما وأبدا مشاكل للأسف الشديد للأسف أخواننا الذين يتصلون بنا من العراق أو من غير العراق يتقوا الله فينا ويبقى الاتصال لطرح أسئلة يستفيد الكل منها ولكن لمجرد إثارة شبهة أو ما إلى ذلك وقد اعتدت ذلك من خلال قناة الناس وغيرها من القنوات أن كل ما يجي يدخل واحد بصوته وبطرعته بعرف على طول أنه دا جاي عشان يعبد لنا مشاكل ليشكك أهل السنة في منهجهم فاتقوا الله فينا اتقوا الله فينا وراجعوا أنفسكم راجعوا أنفسكم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية والله البلاء عند الله عظيم لكل من يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء ولكل من يشير باتهام إلى أمهات المؤمنين ربنا مش يسيب حد ربنا